الفكرة الحر اللي هي تعنى بالفكرة الحر قولا وعملا فنحن بشوق لنسمع مداخلتك ومنحاول نخليه 10 مرة اي اي ان شاء الله اي اقل كمان الحقيقة اي روت حضرت بعد ما قال لي اولا مثل الخير للجميع وتشرفنا بمعرفة الجميع اللي ما بنعرفون واهلا وسهلا باللي بنحبهم ومنشوفهم دايما بنعرفهم انا كتبتها بالانجليزي وحضرت من شي اسبوعين ثلاثة قال لي ناصير وامتنا حضرت بس حضرت بالانجليزي ورجعت ترجمت للعربي لانه انا الحقيقة عربيتي صعبة مش 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 ليست على مستوى الا اني اقدر اكتب فيها فعلا فحاولت ولكن ترجمتها واتمنى ان يعجبكم وفقا لمريم وابستر فالمفكر الحر هو الشخص الذي يفكر بحرية او بشكل مستقل الشخص الذي يشكل اراء على اساس العقل يشكل مستقل عن السلطة وخاصة الشخص الذي يرفض او يشكك في العقيدة الدينية هذا التعريف الوريام وابستر كمان في شخص في مفكر اسمه مايكل اوستن بقول المفكر الحر هو ان يسمح للذات بان تكون حرة في تصديق الحقيقة بناء على الادلة يعني اعناتو انه we need evidence حتى ولو في البحث عن اجابات مبنية كما انتهى به الامر صحيحا لم يكن ما اعتقدناه في البداية او كنا نأمل ان يكون على الادلة يعني نحن كمان نفكر بمسألة التعريف انه هل ممكن نحن ما اعتقدناه في البداية او كنا نأمل ان يكون بناء على الادلة فيجب على المفكرين الاحرار ان يكونوا منفتحين للنظر في جميع اشكال الادلة ذات الصلة بسعينا للحصول على المعرفة في اي مجال من مجالات البحث البشر فنحن انا برأي المفكر الحر هو المن يبحث هو هو search for the truth regardless where it is and regardless where he found it whether he already had it or not but he is able to change his mind يعني يعني عم بخلط بين العرب والانجليزي اذا بتحبه يعني ريز برر بالانجليزي الافضل يعني ولكن فبدي حاول جاوب على السؤال السؤال كيف نحفز اليقظة ونعزز اليقظة والتفكير الحر في المجتمع هلا تدمثل احدى الطرق في انشاء منظمات حرة لتحرة التفكير لتكون مكانا يخدم فيه الاشخاص الذين يهتمون بالثقافة والابتكار والذين يؤمنون بالتفكير النقدي والتنوع ويمكنهم التنفاعل وتعزيز والتعبير عن ارائهم وافكارهم او اي انتاج ابداعي يسلي او يخدم تحسين الانسان ووجهات نظرهم وشعورهم هؤلاء المفكرين الاحرار ونطرهم وادابهم وافكارهم وبما اننا ننتمي ونعيش في وسط مجتمع عربي امريكي مثلا بحكي عن العرب الامريكان فمن الطبيعة نتناول ونتعامل مع والمجتمع ومع ذلك فان الابواب مفتوحة لكل المساهمين في هذه من خلفيات مختلفة كانت دينية او غير دينية طالما احنا عادرين ان نستوعب ونقبل الاخرين المكون الثقافي هو اللي بيشكل هويتنا الاساسية هلا في كل حالات اتمنى ان ننظر في خلق ارضية التفاعل والتفاعل بين المجتمع العربي الامريكي والعالم العربي في خلال دعوة المبدعين والمفكرين في مختلف مجالات وهذه وظيفة تحتاجة لتمويل وعلينا معالجتها هذه احدى الامور اللي ممكن نحفز فيها الفكر الحر بعدين توفير منصة لا تفرض رقابة على حرية التعبير كما اعتاد معظم الناس نحن معروفين بهالشغل هذا انه في رقابة على حرية التعبير نرفضها تماما التصامح مع الافكار المختلفة والمتنوع لتشجيع التفاعلات والمناقشات الحية بين الاعضاء والجمهور وهي شغل نحن عم نحاول بالندول الفكر الحر انه فعلا نفعلها هذي بشكل بشكل دائم لان حين حدنا ويحدهم ميثاق القيم الانسانية المشتركة فعلا نحن اشتغلنا على الانسانية المشتركة الانسانية المشتركة على كل حال اريد ان اتكلم هون بالمسألة في جمعية وكنيسة حددوا مبادئ على اساسها ممكن انه سير التعامل بين بعضهم اولا القيمة والكرامة المتأصلة في كل شخص كل شخص له قيمة ولو كرامة وشخص حر العدالة والانصاف والرحمة في العلاقات الانسانية لما نكون متسامحين نكون نرحمة نكون نعدل وننصف بين التاني بعدين نقبل بعضنا البعض قبول بعضنا البعض وتعجيم النمو الروحي اللي كنا where we are whether we believe in something or not but at least we have تجيع النمو الروحي بيناتنا وبحث حر ومسؤول عن الحقيقة والمعنى الحقيقة حق الضمير والاستخدام العملية الديمقراطية داخل تجمعاتنا وفي المجتمع ككل بعدين هدف المجتمع العالمي بالسلام والحرية والعدالة الجميع يعني ما لقيت اجمل من هؤلاء المبادئ السبعة لتحفيز الفكر الحر في المجتمع وفعلا يعني انا اياد ابدم انفول انفول هورو هرتدلي بطبيع حياتي انا كشخص على كل حال كيف ممكن انه انغير في المجتمع ممكن ان نغير في المجتمع اولا بيحدث تغيير الاجتماعي عندما تعطل بعض الكوى وتغير الاعراف الثقافية او الحقائق الاقتصادية او غيرها هذا بشكل يعني من ناحية الاعراف الثقافية اذا تغيرت وتغيرت الحقائق الاقتصادية ممكن تصير في تغيير في المجتمع احدان مثلا امثال على ذلك مثلا ثورة الصناعية لشالة الاقطاعية وشالة الزراعية الزراعة وغيرت فاذا هذا نهج جديد في الاقتصاد فيغير في المجتمع تاني شي في يعني امور اخرى بنفس الوقت صار في هناك حركات للعمال صار في حركة جديدة صار في عمال بلا ما يكون فيه سليفز وبلا مزارعين صار في صار في ناس بدأت تحكي بالحرية بمثلا اليونيونز الى اخرية بحركة كمان حركة حقوق المرأة اللي ظهرت في بعد الثورة الصناعية بشكل بشكل اساسي والتساوى بين الجنسين لانه كان يكون اتنينتهم على نفس اللاين اتورك على كل حال ممكن انه نحن كاكاديميين والعلوم الاجتماعية كد يكون لديهم وراء مختلفة حول سبب حدوث هذه الاسباب اللي ممكن تحدث هذه الامور ممكن انه يكون في هناك تغيير اجتماعي سباب يكون تغيير اجتماعي ما يدفع المجتمع للتحول في المقام الاول فكر في هذه الاسباب الخمسة الرئيسية لتغيير الاجتماعي بعدين العمل الاجتماعي كتير مهم العمل الاجتماعي كتير كتير مهم انا بذكر بالامر انه انشطة لنحفظ الفكر الحر لازم يكون في هناك دعم لانشطة المجتمعات وانما كنا لازم نقدر نسعى ان نساهم بهذا المسألة وخاصة على صعيد مجتمعاتنا اللي كان في النقابي والمجتمع الطلابي وكان في عند مجتمع النساء حركات النساء الى ان نوصل الى سيرفي هناك حركة كبيرة شبيهة بحركة مثلا السيفر رايت موفمنت اذا اذا ادرنا لانه السيفر رايت موفمنت صارت حركة اجتماعية كبيرة دخل فيها ناس كتير اوكي وهون يدخل هذا باتجاه باتجاه تقدم المجتمع من اجل الحالي الافضل وفعلا كانت الحالي الافضل واكبر دليل على ذلك هي الحالي اللي حصلت في سواث افريكا انه يخي يقول انا باعتذر اوكي وخلاص صرنا صرنا منبقى منمشي مع بعضنا بالمجتمع بالمجتمع مع بعضنا ومنعيش وفي جداعي انه نرجع ندفعك ندفعك ثمن ثمن الابراشن تاعك تمييز العنصري تاعك ونكون في هناك تمييز عنصري متبادل يعني بالعكس معاكس مقابل فانا برأيي انه هذه الحركات هي بتساهم بتساهم في تغيير المجتمع بشكل ايجابي وبشكل افضل الى ان نكون يعني الى مجتمع الى مجتمع افضل بس بدي اقول شغلي اه نهائيه قبل ما خلص يمكن بعد معي دقيقتين قبل مجتمع الى عشر دقيقتين في الانجليزية لانه هذه الحياة مقدر سترجم الآخر مجتمع الى الانجليزية استخدام الانجليزية تحايا الى ان اصبحت شغل الى المستجدات كنة الانجليزية بخصصية الانجليزية استخدام الانجليزية الرو coalition او المنصر الى انقوائي او المالين امتعام التعليمات الانترابع جميع المتحدة ان البلاث عارض موجود بمجالة العالم بدأت بلن البلاثة بما يحصل عشرة الانتبال باقربة المجلسة يعطي الانتابعة من البلاثة يتعلم من انهم خارجونه و mover قبلاً متبالين ونهم المهم كشخص نعنا كشخص نعنا كشخص التي يكون لدينا شخص وأن نعنا كشخص مجتمعات الجميع تفعل ذلك مجتمع الشيخ موجودة تشغيلهم مجرد جماعيهم ومجرد جداً كانت تشغيلهم مجرد جداً وكأن تشغيلهم يمكن أن تفعل كل ما يسهل على مكان المدينة ومجرد مجموعة مجرد يولي The more people stand behind the cause the more they will reach it and create a change in society. Next is study different theories. Study different theories from many perspectives. In Sociology, study both the good and bad, and in order for you to be able to really distinguish between what is right and what is wrong. and what would make sense to you as an individual based on really searching for the truth, based on the principle that we established in the free thinker who could change his mind if he finds something better, if he finds a new logic in what he found, etc. With that in mind, I hope I covered some of the methods so that we can protect the free thinker in the society. Thank you.